برج القاهرة هو واحد من اشهر المعالم السياحية اللي موجودة في العاصمة والغاية وقته قريب كان اعلى المباني على مستوى مصر وافريقيا فهنلاقي طوله بيوصل ل 187 متر ومتقسم ل 16 طابق وفكرته التصميمية كانت جاية من الحضارة الفرعونية القديمة فهنلاقي البرج على شكل ظهرة اللوتس والبرج صممه المعماري نعوم شبيب وتم تنفيذه من الخرسانة المسلحة وقعدت البرج استخدم المعماري الجرانيت الأسواني اللي كان بيستخدمه المصريين القدماء في بناء المعابد وفي نهاية البرج فيه مطعم بيوفر اطلالة بانورامية على كل معالم القاهرة